في رابع يوم من محادثات فيينا للملف الإيراني النووي تركز النقاش حول نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني حيث قدمت طهران في الصدد مسودتين إلى بقية الأطراف الأولى تركزت على نظرة إيران حول رفع العقوبات والثانية حول الإجراءات النووية الإيرانية قال كبير المفاوذين الإيرانيين عن باقير في هذا الصدد قدمنا لهم مسودتين مقترحين يحتاجون بالطبع لدراسة النصوص التي قدمناها لهم إذا كانوا مستعدين لاستكمال المحادثات فنحن في فيينا لاستكمالها وزير الخارجية الأمريكي بلينكين أشار أن واشنطن ليست متفائلة كثيرة بشأن المفاوضات لكن الأوان لم يفت بعد وبأن كل ما يمكن لإيران القيام به هو وقف برنامجها النووية الأمر الذي كانت قد رفضته طهران مشتارطة في بداية الجولة ضرورة رفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تسليط أخرى جديدة المدير العام للوكلة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي أكد أن المباحثات تسير في الطريق الصحيح وبأن رسالة طهران كانت واضحة بأنه لا تجميد للنشاط النووي خلال هذه المفاوضات غير أن الدول الغربية لم تخفي توجساتها خاصة بعد صدور تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة أكثر تطوراً للطرد المركزي في منشأة فوردو بدرجة نقاء تصل إلى 20% وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اعتبر من جانبه أن اتفاقاً حول برنامج بلاده النووي هو في متناول اليد لكنه مرتبط بحسن نوايا الدول الغربية ترجمة نانسي قنقر